طيب دكتور من واقع خبرة حضرتك مين بيفكر أكتر؟ رجل ولا الستة؟ حقيقة آه طبعا بالنسبة في الأعم في الناس اللي هي لا تعاني من اضطرابات نفسية فالرجل بيستخدم الفص الأيسر أكتر من الفص الأيمن اللي هو الفص بتاع التفكير والمنطق وحل المشاكل ولكن السيدات يستطيع مننا الفصين مع بعض ودي ميزة في السيدات إنهم بيفكروا مع مشاعر في نفس الوقت الفص الأيمن هو المسؤول عن المشاعر والكرياتي فيديو والموسيقى فهم بيدمجوا الحاجتين مع بعض ودي من حكمة ربنا لأنهم لازم كسيدة ستقوم بدور الأمة أو الرعية بعد كده تبقى قادرة على خلط التفكير مع المشاعر عشان تشعر بألام الآخرين في الاضطرابات النفسية فالسيدات أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالاضطرابات النفسية مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالتفكير الزائد من الغلب يعين؟ من المفروض دي عندهم رؤية استباقية لكل حاجات منها أسباب هرونية وأسباب بيولوجية يعني غير الغلب يعني في أسباب أخرى أو ممكن يكون الغلب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة